بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد أعزاء المستمعين أبناء الطلبة والطالبات نعم بضدها تتباين الأشياء وإن كنا قد بينا أقوال السلف الصالح أو رأي أهل السنة والجماعة وأدلتهم على إثبات صفة الكلام بكيفيات أو بمعاني تؤكد عليها بقي لنا أن نبرز لك آراء المخالفين لأهل السنة والجماعة بل المناوئين لآراء السلف الصالح هؤلاء كثر لكن لا بد من تعدادهم وإبرازهم حتى تعي عزيزي الطالب وابنة الطالبة كيف يتأتى لك أن تكون مسلحا في مواجهة الخصوم بهذه الأدلة أما رأي المخالفين فيأتي في مقدمتهم قول الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام زعيم من زعماء الفرق الكلامية التي ظارت في وقتها وهو يقول إن كلام الله حروف وأصوات لكن هذه الحروف والأصوات حادثة بعد أن لم تكن حتى لا يقولون إن هناك حوادث لا أول لها كما يرى أهل السنة والجماعة إن الله تبارك وتعالى هو الأول لا شيء قبله وهو القديم لا شيء قبله وكل ما أتى من الله فهو حادث هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أما الكرامية فإنهم يقولون لا لا ينكرون ذلك ويرون أن كلام الله حروف وأصوات لكنها حادثة حتى لا يقال إنها قديمة بقدم الذات كما يرى الجمهور من أهل السنة أيضا من بين أقوال المخالفين قول الكلابية وهؤلاء الذين يرون أن كلام الله معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئة ولا حروف ولا أصوات إنما هذه أشياء محكية خاطئة خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته وهو أربعة معاني أمر ونهي وخبر واستخبار يرى أهل كلاب وأتباع هذا الكلابي يرون أن كلام الله تبارك وتعالى عبارة عن أمر ونهي وخبر واستخبار فهي معاني وليست أصوات ولا حروف وهذا يناقل تماما قول الجمهور من أهل السنة والجماعة أيضا الأشعرية ليست الأشعرية كلها على درجة واحدة بل إن بعض مراحلها يرون ما قاله الكلابية إلا أن الأشعرية يخالفون الكلابية في شيئين أحدهما إن معاني الكلام الذي يراه الأشعرية أي هؤلاء يختلف عما يراه الكلابية الكلابية يقولون إنه أربعة معاني الكلام عندهم أمر نهي واستخبار كما قلنا أما الأشعرية فإنهم يقولون إنه معنا واحد فالتوراة والإنجير والقرآن كل واحد منها عين آخر لا تختلف إلا بالعبارة وهذا كما لابد أن تعلم عزيز الطالب يؤكد على اتجاه الأشعرية أو بعض مراحل الأشعرية أن التوراة والإنجيل والقرآن مدام الجميع صادر من الله تبارك وتعالى هكذا يرون فإن المعاني القائمة في التوراة والمعاني القائمة في الإنجيل والمعاني القائمة في القرآن لا تختلف إلا أن الذي يختلف هو اللفظ أو هو العبارة حيث إنك إن رأيت التوراة والإنجيل ولكن أنا هي الآن فقد حرفت وبدلت كلها جميعا ما عدا القرآن الذي قال فيه الحق تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأما عن التوراة والإنجيل فيقول ربك تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أولئك قد حرفوا وبدلوا لكن الأشعرية يرون أن المعاني واحدة هذا أمر أو هذا رأي الرأي الآخر أو النقطة الثانية التي يختلف فيها الأشعرية عن الكلابية الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله أي إن الحرف والصوات يحكي كلام الله أي بعد أن حدث أما الأشعرية قالوا إنه عبارة عن كلام الله حقا يعني هو صادر من الله في التوي واللحظة كما يرون أما الكلابية قالوا إنه يحكي ما صادر عن الذات العلية قديمة هذا هو لب الخلاف بين الفريقين أما السالمية فهو قول من المتأخرين يرون إن كلام الله صفة قائمة بذات الله لازمة لها كلزوم الحياة والعلم كما قال سلفهم فلا يتعلق بمشيئته وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجود هنا مخالفة أيضا لأهل السنة والجماعة حيث إن أهل السنة والجماعة يرون أن الحروف والأصوات الذي يتلو الأول حادث هي حادثة بصدورها أما هؤلاء السلمية فيرون أنها كلها متقارنة الحروف والأصوات وكل المعاني الواردة في القرآن صدرت مرة واحد وهذا أمر يتنافى تماما مع جاء في القرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل أي مفرقا حسب الأحداث والظروف كذلك من أراء المخالفين لأهل السنة والجماعة الجهمية والمعتزلة ماذا قالوا جميعا؟ قالوا إنه مخلوق من المخلوقات وهذه مشكلة المشاكل وداهية الدواهي كما يقولون بل إن أول قضية ظهرت في البيئة الإسلامية حول هذه المسألة قضية كلام الله كانت من المعتزلة الذين يرون أن كلام الله مخلوق وتبعهم الجهمية أتباع الجام بن صفوان وليس من صفات الله هكذا يقولون ثم إن الجهمية منهم من صرح بنفي الكلام عن الله قال لا 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 إن كلام الله عز وجل ليس صحيحا ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق هنا يعني الخلافات مستعرة والأقوال ما دامت لا تستند على دليل فأنا بها أن ترقى إلى درجة القبول كذلك من المخالفين الفلاسفة المتأخرين وتعلمون أبناء الطلاب أن الفلاسفة قد اعتمدوا على العقل حتى إنهم يرون أن الله وحاش لله أن يكون كذلك يرون أن الله هو العقل الفعال أو هو العلة الكامنة من وراء الكون هكذا كانوا يعتقدون في الله فأتباع أرسته قالوا إنه أي القرآن فيض من العقل الفعال وهو الله في نظرهم على النفوس الفاضلة أي ليس القرآن متاحا للجميع ولكنه يصدر من العقل الفعال على النفوس الفاضلة أليست هل السؤال السؤال هل النفوس كلها فاضلة هل النفوس كلها زكية هذا يؤكد على خطورة ما قالوا وعلى أنه كلام يعتمد على دليل فاسد فيرون أن القرآن فايد من العقل وهذه نظرية الفايد كما يقول الفلاسفة على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها أي بحسب استعداد النفوس فيوجب لها أي القرآن إن صدر عليها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه يعني هناك نفوس زكية تقبل القرآن بمعنى وهناك نفوس أقل منها تزكية تقبل القرآن بمعنى آخر وهذا ما لم يقل به لم يقل به من أحد من العقول الواعية ولم يقل به أحد من المؤمنين بالله إيمانا جازمة وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الأذان هذا تفسير يعني في الحقيقة غامض جدا ومن هنا ساقط رأي الفلاسفة في هذا الجانب أيضا من الأقوال التي تناقض أهل السنة والجماعة قول الاتحادية والاتحادية هنا ليست الاتحادية في الملاعب وليست الاتحادية في كذا ولكن الاتحادية أي الذين يقولون بالاتحاد والحلول اتحاد الروح الإلهية في الأبدان البشرية التي ارتقت إلى هذه الدرجة والحلول عندما يقولون أن الروح البشرية عندما تزكو بالأعمال الصالحة فإنها تصعد حتى تتحد بالإله وإن كان الحلول عكسه يرون أن الحلول إنما هو نزول أي حلت روح الإله في أرواح البشر وهذه كلها كلمات فاسدة وعقائد باطلة يقولون أي الاتحاديون إن كل كلام في الوجود هو كلام الله نعم هم يرون أن الله والوجود شيء واحد أو أن الكون كله صادر عن الذات فهو والذات شيء واحد هذا كلام فاسد باطل لا حاجة لنا إلى الوقوف عنده طويلة أيضا من بين تلك الأراء كلام يراه الرازي حيث يقول إن كلام الله يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهو قول بعضهم أي بعض المتكلمين الأسبق على الرازي والذين سار الإمام الرازي في كتابه المحصول وفي كتابه التفسير كما نعلم وراء هذا الرأي فقال إن كلام الله أمر يحدثه من العلم والإرادة القائمة بالذاته أيضا هذا كلام يناقض كلام أهل السنة والجماعة وهو ما سنحتاج إلى بيانه أيضا في الشرائح التالية كذلك كلام الله يتضمن معنى قائم بذاته هذا رأي أخير من الأقوال التي تناقض قول أهل السنة والجماعة وهو رأي ما تريدي يقول إن كلام الله يتضمن معنى قائم بالذات وهو ما خلقه في غيره هذا كلام أيضا يحتاج إلى دليل وهو يعتمد كما ترى عزيز الطالب على شيء من الفلسفات الفكرية وكأن المتكلمين هؤلاء يسيرون خلف ما قاله بعض الفلاسفة إن نصوص القرآن والسنة وإجماع السلف يرد هذه الأقوال جميعا ولعلني من خلال العرض والشرح أظهرت لك خطورة تلك الأقوال وأنها تعتمد على أدلة فاسدة ويعوزها الدليل القوي الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة في إثبات الكلام كما جاء من القرآن والسنة اشتركوا في القناة